عيساني علي شاب من ولاية وهران يهوى ممارسة رياضة العسى التقليدية هواية لم تمنح إعاقته الحركية من ممارستها بل اجتهد في تعلم فنياتها ليشارك بها في أغلب التظاهرات من التسعينات لنجيبينها لنمرسوا في هذه الرياضة إن شاء الله رحمة الرحيم وليا دربت عند شيخ عبدالقادر ودسليم رحمه الله قدموا رسالة للناس صحاح باش حنا يا كان رانا معوقين مكرعين ينتم صحاح ديروا القلب وديروا النف على هذا العصى هذه باش تمارسوها أسامة هو الآخر شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من قرية لحبوشة يستعرض فنياته في التعامل مع العصى رفقة زميله علي بكل احترافية لإثبات أن أصحاب الهمم إذا أرادوا شيئا يستطيعون هذه العصى كما تعلمناها إحنايا تعلمناها عند الشيخ لزرك تعلمناها كما هكا في الغابة كما هكا عنا نلعبو بها كما هكا تكون قاعة تدريبية ما شاء الله ليعاونون فيها إن شاء الله رحمة الرحيم ونخرجون ناس هم اللي هم معوقين يدربوا واحد تدريبات زينة إن شاء الله لا يهمه من يكون منافسه فالأصح هنا كيف يتعامل مع العصى دون أذية الطرف الآخر فحقا الإعاقة لا تكمن أبدا في الجسد